موسيقى ومعنا الآن في الستوديو لينا قنوف هي محلية أسواق مالية في إيكويتي جروب لينا أهلا بك أهلا بك بداية مع البيانات الاقتصادية الأمريكية مؤشر الـ ISM لأن القطاع التصنيعي جاء بمفاجأة اليوم نوعا ما وهذا ربما قد يؤكد على حديثك الصابق بأن الانتعاش الاقتصاد لأمريكي يبدو بأنه على تسارع وهذا بدأنا الحظ فيها البيانات ما الذي يعني ذلك للدولار نعم بالنسبة للبيانات التي تهرت عن مؤشر مدراء المشتريات وأيضا ببيانات إعانات البطالة الأمريكية ارتفاع في بيانات إعانات البطالة الأمريكية وأيضا نترقب بيانات الوظائف الأمريكية المتوقعة أن تشهد إيجابية وأيضا التراجع للبطالة بين 6.2% و6.1% إلى 6% هذه ترتبر هذه البيانات إيجابية جدا مع خطة أيضا بايدن خطة الانفاق على البناء التحتية دعنا نربط الثقة في الأسواق المالية أيضا بما حصل بالأسواق المالية هناك ارتفاعات كذا شاهدناها الأسواق المالية ارتفاعات كبيرة وهذا يدل أنه فيه ثقة اتجاه الأسواق المالية فبالتالي الدولار هنا بالنسبة للدولار الأمريكي يمر بمقاومة مهمة 93.50 وعن لدينا 94 هذه المقاومة لو استطاعت أن المقاومات نجحت في إقاف الاتجاهات الصاعدة للدولار الأمريكي فسوف نجد الاتجاه الهابط للدولار فبالتالي متوقع أنا لو سوف نرى الدولار لا أستبعد اتجاهات صاعدة لكن سوف تنتهي هذه الموجة الصاعدة ومتوقع للدولار الأمريكي مع خطط التحفيز التي تحدثنا عليها في عديد من الحلقات 1.9 تليون دولار مع خطط الإنفاق على البنية التحدية من جو بايدن سوف نرى تراجع للدولار الأمريكي لا ننسى إذا تحدثنا عن عام 2020 من مارس 2020 تحديدا حتى واخر العام الماضي الشيء الذي يعق هذه التحركان كان ارتفاع عوائد سندات الخزانة العلاقة بين الثقة في الأسواق المالية وأيضا بين الدولار الأمريكي هي ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وقت يكون في ارتفاع في عوائد سندات الخزانة الأمريكية هناك لا يوجد طلب فهناك تفضيل للسيولة النقدية وخاصة في حال عملية جاني أرباح على الأسواق يعني تكون عملية جاني أرباح في الأسواق المالية فهناك تفضيل للدولار الأمريكي لكن على المدى البايد ما زالت توقعات نتيجة حزم التحفيز أن يكون الدولار ضعيف طيب اليوم من ينظر أن يتداول لفترات قصيرة أيام أسابيع ومن ينظر إلى اليورو عند مستويات الدولار 17 سنة تقريبا حاليا 17 سنتين كسر هذه المستويات بحال شاهدناها إلى أين تتوقعين أن يصل اليورو اليورو ممكن نشوف الانخفاضات أكثر وضوحا من الارتفاعات بالنسبة لليورو لأن اليورو لدينا البيانات ليست بالإيجابية أيضا إذا نشوف حتى قطاع الخدمات بشكل سلبي إذا نربطه حتى بمنطقة يعني بالعالم كلهم القطاعات صناعات التحويلة عم بجي قوي لكن بنفس الوقت عن قطاع القدمات من تأثير جائحة الكورونا ليس بالجيد يعني فبالتالي كل التأثيرات من نتيجة ارتفاع عدد الإصابات الإغلاقات الاقتصادية بفرنسا ألا عن موجة ثالثة وإغلاقات ربما تمتد لثلاثة أسابيع كل هذا تؤثر على اليورو وربما مزيد الانخفاض ويمكن نرى مستوية الواحد فاصل الانخفاضة واضحة ولكن لا استبعد بعض الارتفاعات تكون محدودة جدا لليورو مقابل دولار الملكي لينا ما يجذب أيضا اليوم المتدولين في أسواق العملات اليان الياباني اليان يعني شهدنا تسارع كبير في ضعفه يعني فقط في غضون أيام من مستويات المئة والثمانية إلى قريبة قرابة المئة والأحد عشر تقريبا اليوم من ينظر إلى اليان برأيك ما الذي يجب أن يفعل بالنسبة لليين الياباني دعني بس أتحدث قليلا بشكل موسع على اليين الياباني لأن هناك فيه معامل ارتباط بين اليين الياباني والثقة في الأسواق المالية أعود كلمة الثقة في الأسواق المالية لأن مؤشر ستاندرد أند بورس وهو من المؤشرات الرئيسية هناك علاقة عكسية تربطه مع اليين الياباني مع خطط أيضا جو بايدن والإنفاق على البناء التحتية زادت الثقة في الأسواق المالية وحتى كما ذكرت قبل قليل أن أسهم مثل شركة تيسلا الخطط نحو الشركات المعتمدة على الطاقة النظيفة أيضا شهدنا عدة أسهم فخطة بايدن متجهة نحو الشركات خاصة الإنفاق أو التمويل من خلال رفع الضرائع بنسبة 21% إلى 28% ربما هذا يتثير المخاوف من خلال أرباح سوف يكون لها تأثير على أرباح الشركات على التوزيعات النقدية لكن هناك ثقة يظهر أنه في الأسواق المالية تبقى فهذا الذي يضغط على الياباني هناك مخاوف أيضا أنه دخول اليابان بمرحلة ما تعرف بالديفليشن أو الانكماش التضخمي فسوف تستمر بتتوقع أنه من اليابان حزم التحفيز أو سياسة التحفيز لا أستبعد أنه برنامج شجراء الأصول لا أستبعد أنه هناك تحكم بمنحنا العائد من شان لمعالجة التضخم المنخفض نسبيا في اليابان نحن نتحدث ربما عن منس 0.4 في اليابان فلا أستبعد أنه تكون على المدى القصير الاتجاهات محدودة لليين الياباني دولار مقابل ليين الياباني عنده 112-113 محدودة في المدى القصير لكن على المدى الطويل 111-112 لكن على المدى الطويل 113-114 ستكون متاحة إلا إذا كان هناك مؤشرات أخرى تجعلني أغير المتوقعة لنا قنوة مليك وتكروب شكرا جزيلا شكرا جزيلا